سجلت مملكة البحرين في ظل التوجهات السامية من جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سجلت موقعا رياديا بارزا على الخارطة الصحية عبر تقديم أرقى الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهلية للجميع وبالتزامن مع الاحتفاء بليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وذكرى يوم الصحة العالمي تستذكر مملكة البحرين بكل فخر مسيرتها الحافلة في بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على مجابهة مختلف التحديات الصحية العالمية نص دستور مملكة البحرين في المادة الثامنة على أن من حق المواطن في الرعاية الصحية فمنحت البلاد الحق في الصحة أولوية دائمة في الخطط والاستراتيجيات التنموية كافة في ظل التوجيهات السامية والاهتمام الكبير من لدن جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من قبل سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل ما يتعلق بالملف الصحي وبالتزامن مع الاحتفاء بليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وذكرى يوم الصحة العالمي تستذكر مملكة البحرين وبكل فخر مسيرتها الحافلة في الميدان الصحي فتمكنت المملكة خلال عهد جلالته من تأسيس منظومة صحية متكاملة قادرة على مجابهة التحديات الصحية ومنها جائحة كورونا فتم إنشاؤه العديد من المستشفيات العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جميع المحافظات وتوفير أفضل التقنيات الطبية والمعدات والأدوية العلاجية ووضع القوانين والتشريعات الصحية كما يحظى العاملون في القطاع الصحي بعناية خاصة من لدن العاهل المعظم فلا تخلق طابات جلالته السامية من الإشادة بأدوارهم العظيمة لا سيما خلال الجائحة العالمية كما عملت الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الرؤى السديدة لملك البلاد المعظم فوجه سموه بتقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة في عدد من المراكز وتم إقرار الخطة الوطنية للصحة بهدف تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان استدامتها وتجشين استراتيجية المملكة الصحية التي تركز على تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات الجميع